هل كنتوا بتوقعين فعلاً إن حيكون في نتيجة زي ما شوفوا حالياً وهل السؤال اللي بعده متحمسين لي نتيجة نهائية بتاع الميزان أول سؤال الأول بالضبط اللي نبيه لي هو كنتوا بتوقعين النتيجة هدي اللي حنتوا حالياً نحسوا في رحنا واصلي لها لا لأ أنا لأن في بداية البرنامج لو تتذكر الأخصائية قتلي لو أنت حتى نزلتي خمسة كيلو بس معناها ممتاز بالنسبة لشنك وبالنسبة لجشمك فأنا أعتقد الآن أعتقد أنني فت للرقم هذا متحمسة لآخر ميزان وأكيد أكيد شور مصطفى وهو كذلك حتى نسلت كله وهو كذلك اليوم طالع مننا نسخة مصطفى كنت بتوقعنا اليوم كنت بتوقعنا نحن نزل يعني بصراحة كنت بتوقعنا نحن نزل وليش لا بالعكس ممكن أنت تطلع مفاجئة البرنامج مارش مارش لكن توقعت أننا ننزل يعني فكنت نزل شوية أنا مدبي كنت أنا كان بالأول جاي نبي 900 جرام ونفطمش لكن يلا ربان زيتنا فغم هالبعنا أمل أنا ما كنتش مثلا أتوقع أنه في فترة بسيطة بسيطة صغيرة تقدر تنزل وزن وقدره ممكن ندير فروجيمات زي ما قلتك لكن نقعد أشهر يعني لكن نستمر عشان الوزن اللي ننبيه نقعد حتى شهرين ثلاثة يعني بس مثلا أنك أنت في خمسة أيام ستة أيام عشر أيام تنزلي بالرقم معجزة هذه ونكتاكلي بالضبط أيوة مش تحر بفروحك أنك تاكلي معناها فهذا إنجاز يعني متحمسة برضو نفس السؤال متحمسة الميزان أخر مرة أخر وخالقة متوقع أن أنت حتكوني زيدة أكثر ولا متوقع الرقم الأولي كان يطلع 300-400 لا لا أكيدا حاجة قويسة بس خايفة ليش خايفة أني أنا مرات ننزل أكثر من هيكي بعدين مستقبلا وانا ما نبيش ننزل يعني أطلاق ما هذي كاف وقت هذي ما كانت تحكي من دم خدوجة وأنتي لسألت السؤال في البداية هي تبتي بزاعة القروحك لكن إن شاء الله خير يخلي الميزان هو الفيصل بالضبط لكن حتى هي لو تبي التبتي ولو تبي شكل وشيء معين للجسم ضروري ما واحد يكمل حتى على الرياضة طبعا أصلا نحنا نمشي هلبة زي ما قلت لك وأنا عندي سير يعني خاص فأكيدا حندير الحشد لأن لازم نخلي حتى مع كتر شغلي لكن لازم نخلي في بريكلي أنا خاص هذا لازم مننا يعني لازم نريح باش نقدر نشتهد من جديد ناخد طاقة من جديد فهذا الفترة اللي نخلي فيها نقدر ناخد فيها مثلا ساعة ومالساعة زي ما أنا ينبي خلاص مرانا إن شاء الله نستاني منك الاستمرارية إن شاء الله حنتابع كلها حتى الاخصائية حنتابع إن شاء الله لهو يعني فعلا حتى الملاحظات لما كان يقولون الدكاترة اللي هي أنك ما تقعديش مثلا طول اليوم ما تاكليش حاجة كولي حتى خمسة ست مرات بس شوية شوية باش تبدي عندك طاقة لكن فعلا حين نقعده طول اليوم وبعدين نهاية اليوم بنجيو بنقعمز ونأكله فهذا هو فعلا هذا الغلط يعني التعب المعدة وتزيد كل شيء كل شيء تتعب لأن كنت يطول اليوم ما عندكش أي شيء تجيه فجأة تنتب تاكله هذا الخطأ هو إن الواحد الأكل بعد الساعة سبعة وثمانية يعني كنت يتعني تاني تاني